تلقى خادم الحرمين الشريفين التهانئ بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم حيث تلقى حفظه الله تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وولي عهده رئيس مجلس الوزراء ومن جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وولي عهده كما تلقى سمو ولي العهد برطية تهنئة بهذه المناسبة من ولي عهد البحرين وقد أكدوا عمقى أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربطهم بالمملكة وعبروا عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة في هذا العهد الميمون من إنجازات حضارية بارزة على صعيد مسارها التنموي الطموح في مختلف المجالات